النهاردة يوم الاربعاء كان في الدوري المصري لقاءات مهمة جدا في الاسبوع التاسع فاركو فاز على امبي في مباراة مسيرة جدا واحد سفر هدف سجيره احمد مودي من راكلة جزاء في دقيقة سبعة وستين وبيراميدز يزيد اوجاع الاسماعيلي بفوز بهدف دون ارد هدف لحمد سامي في دقيقة اربعة وستين اما فيوتشار ففاز على البنك الاهلي اتنين الصفر في مباراة شهدت بطاقة حمراء لبنك الاهلي ناصر مارد سجل اولا في دقيقة 28 ومحمد فاروق بعد الطرد سجل في دقيقة 87 الهدف الثاني لفيوتشار زي ما قلت لكم محمد دبش كان هو اللي اتطرد في دقيقة 67 كلها مباريات ممتعة الدوري كمان بدأت الفرق اللي ممكن نقول عليها ايه بينك وستين كده اللي كان بدأ الموسم بشكل مش كواسي يعني فيوتشار ببدايته ما كانتش جيدة بس انت كنت عارف ان فيوتشار هيرجع وهيقدم مستويات كبيرة عشان عنده لعيبة كبيرة عنده تشكيلة رائعة فيوتشار عنده تشكيلة من الاسين رائعين جدا وعنده تشكيلة احتياطية رائعة جدا فهتقدر تقول ان فيوتشار النهاردة كان بيلعب بقى ريحية اول بنك الاهلي المنافس صعب ومسه بس كان قادر يعني يسير المباراة زي ما بيقوله يعني طيب اشتركوا في القناة